قديمة وفيه جراحات حديثة جراحى التقليدية القديمة اعتقد كانت متحبة هي معاني بعن 의미 يعني احنا مش حاجة قديمة وحاجة حديثة هي الفكرة كلها فيها هي احنا كلنا جراحات هي الفكرة كلها ان احنا العالم كله بيتجه فى كل البرانشات تمام اللي احنا ازاي نقدر نعمل عملية بدمج اقل او دمار اقل لالخلايا بألم اقل للمريض بمضاعفات اقل للمريض فكانت الجراحة القديمة الجراحى التقليدية العادية خالص كانت بتعمل دمج عالي للخلايا كانت بتعمل ألم ما بعد العملية بشكل كبير أوي كنا بنقع عرض أكتر للمضاعفات بالنسبة للمريض فبدأ العالم كله يتجه لفكرة اللي احنا إزاي نقدر نعمل جراحات تقلل ألم للمريض بقدر كبير تقلل فترة النقاها تقلل المضاعفات دي يعني اللي هو التفكير العلمي لكل الجراحات مش لجراحات الشرك بس بدليل مثلا اللي احنا النهاردة بنتكلم مثلا على العينين اللي هما بيعملوا سليف وبيبسوا الكلام دا كله كانت زمان كانت بيتعامل بفتح بطن وكان العيان بيوصل المستشفى فترة طويلة النهاردة بيعملها بالمنزر وبيخرج في نفس اليوم أو تاني يوم لو ما نتكلم مثلا على عمليات الرمض دلوقتي حاليا بقوا يستخدموا أجهزة الليزر بشكل كبير جدا ماشي بنتكلم مثلا على عمليات زي الدوالي بتاعت الرجلين بقوا يستخدموا أجهزة الليزر بقيت الدنيا بقيت أحسن فيه يعني هي الفكرة كده الفكرة اللي احنا إزاي نقدر نعمل المريض عملية بضمار أقل الخلايا فيبقى المضاعفات بتاعتنا أقل في دفترة الألم أقل دا أهم حاجة في الدنيا الليزر قد بيه دلوقتي الليزر هو حاجة كويسة جدا تمام ولكن هو من السحر دا برضو أنا مصمم على هذه الفكرة هو الليزر من السحر الليزر فكرته ببساطة شديدة احنا عندنا بواسرة هي زي ما هي موجودة حاليا احنا خرجنا شعار الليزر حصل أو حصل دمار للخلايا اللي موجودة دلوقتي أصبح الدم ما بيدخلش في هذه المنطقة والخلايا ديت أصبحت خلايا ميتة الجسم يشوف الخلايا الميتة ديت هيبتدي ينزلها على شكل نقط دم ونقط بلازمة بعد كده ويحصل إلى المنطقة بتاعت الشريان والوريد ديت هتقفل تماما ومش يبقى فيه أي دم وبيدخل في المنطقة ديت لأن خلاص الخلايا ديت الليزر الأحسن من الليزر طبعا الدبلر ولكن برضو زي ما اتفقنا كل حاجة في الدنيا ليها ميزة ولا عيد الدبلر هو أجهاز عبقري جدا ولكن في البوسير الداخلية فقط بثلاث درجات بتوعها أو الأربع درجات حتى كمان يعني النهاردة تبعى أن نقدر نعمل الدرجة الرابعة تمام بالدبلر لأن حتى بنقدر لها حنرفع مهما كان الحجم التاع البوسير نقدر نرفعها لاخل القناة الشراجية العلوية ونقدر نربط عليها تماما بالغراز الجراحية العادية مثل اللي هي أجهزة الدبلر إن هي معظم الكتس بتاعتها بتيجي من بره مقفولة العيان فبياخدها ما بقاش فيه اللي هو أي سورس ممكن يحصل للمريض